طيب عندنا موضوع مهم جدا جدا ما ننساش وإحنا برضو يعني بندفع على لعبتنا أكيد في المقام الأول وإحنا هنا دورنا أكيد أن احنا ندفع عنهم لو في أي كلمة أو أي إساءة طلعت من بعض الأشخاص أو بعض الوسائل لازم أنت هنا تطلع وترد وتدفع لكن زي ما قولنا دايما ودايما أنا بتعجبني الجملة دي اللي أنا بقررها دايما أن مش أي حد بنطلع نرد عليه مش أي حد بيقول أي كلمة ملهاش معنا أو عايز يبقى فيها يعني على الترند ولا مش عارف إيه مش أي حاجة أو أي هوجة بنطلع نتكلم فيها والسلام ونرد عليها والسلام عشان كده تعمدنا فعلا إن برح أن احنا ما نردش أي دفاتر قديمة أو جديدة فيعني أي حد عايز يطلعها يتفضل يطلعها وإحنا هنا قادرين على الرد نروح لنجمنا اللي هما أنا دايما فيه برضو حاجة مهمة جدا برضو النادي الأهلي علشان كبير دايما العين عليه ودايما هو اللي بيتقلد ودايما لما سرته تيجي أكيد لازم يعني يتبص عليه ففيه النهاردة محاولات التقليل منه أو محاولات حتى أن انت تقلده أو تتشبه به ده مش مطروح خالص ولا ينفع ولا يقصير ولا يصير ولا ينفع يعني من الآخر يعني احنا عندنا نجوم كبار قوي 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 من نهاردة حتى يعني لما بتعرض عليهم نوادي كبيرة ولا كذا عندنا النهاردة نجوم النادي الأهلي زي محمد هاني محمد الشناوي حسين الشحات كلام عن عروض مش عارف الحقيقة من نادي عربي وعروض لهاني من بروسيا دورتموند الألماني وداستة أندية كده بتفوض الشناوي عايز أقول لحضراتكم أن كل الكلام ده برضو برضو لا أساس له من الصحة والحقيقة فيه برضو تواصل مع أحد المسؤولين في النادي الأهلي اللي بيأكد لنا النهاردة أنه فيش المفاوضات دي أو أي عروض لأي لعب من أي مكان الأهلي بنى فريق للمستقبل معظمه من صغار السن اللي لسه بيكتسبوا الخبرات وللسه بيحلم أنه بيهم يعني سيطر على الكورة في مصر وأفريقيا كمان كم سنة بإذن الله وهم مجموعة الحقيقة متميزة جدا وزي ما قالهم الأسطورة كابتن محمود الخطيب قبل كده بعد بطولة أفريقيا تحديدا أنه فرحم بيهم وليهم بالإنجازات اللي بيحققوها بذات المسلم اللي فات فلأن برضو زي ما قال أنه أفضل مجموعة لعيبة في مصر ويستحقوا الفترة اللي جاية أن هم يوصلوا للي هم عايزين ويحققوا طموحاتهم وطموحات جمهير النادي الأهلي حسين الشحاد ده واحد من اللي سابه العين الإماراتي نادي عربي كبير جدا وفضل أنه يجي هنا النادي الأهلي شناوي بيمضي على بياد إحنا عارفنا هنا في النادي الأهلي يعني إيه تمضي على بياد الوليد سلمان كل الناس مين كان عايز أقول حاجة هنا عارفنا معنا يعني إيه إنك تمضي على بياد الكلام ده حقيقي مش مش كلام وخلاص طيب ترجمة نانسي قنقر